أقرأ في هذا الكتاب سنوات الكويت ومرت علي هذه الأبيات الشهيرة مباركين عرس الاثنين وكنت أظن عرس الاثنين يعني يوم الاثنين وأتوقع كثير مثلي الشاهد ذكر هنا ضمن السنوات المشهورة في الكويت سنة عرس الاثنين عام 1908 يقول المؤلف هي سنة مشهورة تم فيها زواج شهير في الكويت عندما زوج حاكم البلاد الشيخ مبارك الصباح ابنه حمد وحفيدة عبدالله السالم وسط احتفالات عمة الكويت وبدأت يوم الأحد 25 ربيع الأول 1326 هجري واستمرت قرابة 20 يوما عجيب هذه قصة الأبيات الشهيرة يقول ومن الأهازيج المشهورة التي خلدت حادثة عرس الاثنين الأغنية التي غنتها الفرقة الشعبية النسائية في ذلك العرس والتي تقول مباركين عرس الاثنين إلى آخر الأبيات ثم ذكر أن النص الأصلي للأبيات هو هذا مباركين عرس الاثنين يعني عرس الاثنين هما حمد ابن الشيخ مبارك الصباح وحفيد هو عبدالله السالم وليس يوم الاثنين سلامتكم شكرا 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 شكرا